أطلقت مديرية الصحة في محافظة حلبشة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز الثلاثيمية في مستشفى الشفاء والهدف من الحملة ضمان توفير الدم وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات مرضى الثلاثيمية في حدود المحافظة بالتعاون مع المديرية العامة للصحة في محافظة حلبشة أطلقنا حملة لتبرع بالدم لمرضى ثلاثيميا لضمان توفير الدم اللازم لهم عندما انخفض رسيد الدم الموجود في بنك الدم رغم تبرع المواطنين بالدم على مدار أيام العام لكن حاجتنا في مركز ثلاثيميا دفعنا لإطلاق الحملة فلدينا في المركز حوالي أربعون مريضا يحتاجون لنقل الدم بشكل مستمر والحمد لله هناك استجابة كبيرة من قبل أهالي المحافظة فمنذ الصباح بدأوا بالتوافد للمركز يأخذ منهم الدم بعد الفحص والإجراءات الصحية اللازمة وأهالي محافظة حلبش معروفين بروح التعاون والعمل الخيري ونشكرهم لاستجابتهم للحملة